هي ايه اقصى مسافة بين الاعمدة مع نظام السقف الكامري اقصى مسافة اقتصادية موفرة في التكلفة بين الاعمدة مع نظام السقف الكامري يفضل ان لا تزيد عن 5 متر وبكده هنضمن سمك سقفة اقل من 16 سم بالتالي بشان احتاج لشبكة تسليح علوية عشان نقاوم الانكماش اذا هنوفر في خرصانت السقف كمان هنوفر في تسليح السقف ثانيا هنضمن ترخيم للقامرات اقل لما اضمن ترخيم للقامرات اقل بالتالي مش هحتاج لأعمار كبيرة للقامرات كمان مش هحتاج لتسليح كبير للقامرات يبقى انا وفرت في خرصانت الكامرات كمان وفرت في تسليح الكامرات طيب يا رش مهندس هو ينفع المسافات تزيد بين الاعمدة مع نظام السقف الكامري عن 5 متر ايوة ينفع ولكن هذا غير اقتصادي لان ببساطة كل ما زادت المسافات بين الاعمدة كل ما زادت البحور ترخيم البلاطة هيكون احتماله اكبر عشان قوم الترخيم هضطر لزيادة سمك البلاطة لما زود سمك البلاطة اذا وزن البلاطة هيزيد بالتالي عزوم البلاطة هتزيد بالتالي هحتاج الى تسليح كسيف لهذه البلاطة اذا هخسر خرصانات هخسر تسليح هيبقى عندي شبكة علوية لو زاد سمك البلاطة عن 16 سنتي اذا هذا غير اقتصادي بالمر غير القمرات كل ما زادت الابعاد او المسافات بين الاعمدة كل ما كان ترخيم القمرات اكبر بالتالي يحتاج زود اعمق القمرات زيادة اعمق القمرات هتزود وزن القمراء بالتالي عزوم زائدة بالتالي يحتاج الى تسليح اكتر اذا افضل مسافة اقتصادية هي خمسة متر